اشتركوا في القناة اتا في الدجال الله يعتذر عرف الحقيقة منه الدمع ينهمر عين بكت من ذنوب كان مصدرها عين بكت من ذنوب كان مصدرها لا تغافل القلب والنسيان والغير لكنها اليوم لكنها اليوم تسقو عند سيدها وتعلن التوب وتعلن التوب وبالأسحار تذكروني كل من كل من كل من يفهم عني ما أقول فصل القول فصل القول فذا شرح يطول أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول كيف تدري من على العرش استوى لا تقل كيف استوى كيف النزول كيف تجل الله أم كيف يرافل عمري ليس ذا إلا فضول هو لا أين ولا كيف له وهو في كل النواحي لا يذون جل ذاتا جل ذاتا وصفات وساما وتعالى قدره عما نقول ответ أقضل particularly رحزة الأفضل they were they were in that way you will feel a lot كتير صوتك عزب جدا فضل الله عليك الحمد لله بس انا عايز اقول لكل مشاهدين كل سنة طيبين وسنة سعيدة يا رب علينا ان شاء الله يعني انت اول ما ابتديت كده في الانشاد الحضور وانا كلنا كده دخلنا في حالة حالة الدماج ويمكن ده اكيد دليل على وصول صوتك او ابتهالك للمستمع يعني ما انا خليك هو المصدقية بس في الاداء وبعدين قلب ذكر الله تطمئن القلوب بس فهي يعني ذكر الله قرآنا ودعاء خطر خطر منطقة خطر بالنسبة للقلب يعني طيب انت قلت بقى ايه عبد اتى في الدجا لله يعتذره ده ايه مين اللي كاتب الكاتب الشيخ محمد الهلباوي والدك اه هو كم دي من اواخر الحاجات اللي عمله رحمة الله عليه اه هو اللي مقلفه اه بس كلام كلام صوفي كده ما هو رجل يعني هو متربع على الصوفية في الحمدية الشازلية هو تلب تربع الشغل بتاع الشيخ الهلباوي صوفي كمان الصوفي الصوفية هي الرقي في الاداء للانشاء الديني كمان اصلا يعني ايه تاني من اغاني الشيخ الهلباوي ممكن تغنيهالنا قبل ما توقف مع الفرق يا هجرة المصطفى طافت بوجداني ذكرى الفرار باسلام وايمان دا كان نص على طول ساعة السنة الهجرية تيجي لازم يقوله في اي مكان بيشتغل فيه لازم يقول النص دا ابتهال كده حر دا معمول للمناسبة دي نعم للهجرة النبوي نعم اقول يعني صلاة الله مولانا عليك يا سيدي يا رسول الله يا هجرة المصطفى طافت بوجداني ذكرى الفرار باسلام وإيمان طلائع النور طلائع النور بالتوحيد قد هتفت الله رب البرايا ما له ثان تسعى إلى يسرب تلك التي فرحت بالقادمين وتشدو خير الخاني فنقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لم أجاب الشكر علينا ما دعا لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لم جئت شرفت المدينة مرحباً يا خير داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا ليتنا نهجر الدنيا كما غجروا ديارهم وردوا بالموت نساني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عندما شدوا المحام الوتانى دول الرحيل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شئتهم والدمع وسائل قلت قفلي يا دليل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وتحمل لي رسائل ملقوها الشوق الجزيل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واستجارت يا خبيبي عندك الظبي النفور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا أهلي مكة والصفة يا أهلي زمزم والقرم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نور النبي لما زغر تم الغانا ويا الصرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرقت أنوار محمد فاختفت منها البدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نحو أغاتي كالمنازل في العشايا والبكور النبي صلوا عليه اللهم صلِّ وسلم وبارك عليك أحنا هنطلع الفاصل وإحنا كلنا بنصلي على النبي على خير خلق الله ونرجع تاني لعلي الهلباوي إبد الشيخ محمد الهلباوي في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وقولوا مغرم قد معدت وجداً وفي حي الأحبة فاتنوني هذا هو الدين ومن أدى شعائره لنال من فضل ربي ما تمناه مولايا صلِّ وسلم تأماناً أبداً على حبيبي فنالي عمال فرحم زللي ووقفتي بين يديه إنزال قدم